وتواصل فنادق المدينة المنورة استقبال حجاج القرعة وسط تيسيرات يقدمها لهم ضباط البعثة خلال فترة اقامتهم كما يتم اجراء متابعة ميدانية من غرفة عمليات بعثة حج القرعة للتيسير عليهم تواصل فنادق المدينة المنورة استقبال افواج حجاج القرعة وسط احتفاء بقدومهم من قبل ادارات هذه الفنادق القريبة من الحرم النبوي وتصابق ضباط البعثة الى سرعة تسكينهم في الغرف المجهزة بمواصفات توفر اقصى درجات الراحة لهم انا فخور ان اقدم خدمة اعز شعب عربي على قلبي كولد المدينة المنورة وحبنا له المصر شهادتنا فيه مجروحة لكن فيه ود متبادل بين اهل المدينة تحديدا السعودين وهي المصر وشرف لنا خدمة حجاج القرعة المصرية استفال عظيم ومشرف والبعثة كلها بتاعت الدقلية ناس عظماء وقبلنا احسن وقبله ومية مية وربنا يبرك فيه كل حاجة حلوة وكل حاجة عالية ربنا يحفظكم ويكرمكم يا رب وتحيا مصر وتحيا مصر ويعيش الرئيس وتوفر البعثة خدمات طبية من خلال قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والتي تنصق مع البعثة الطبية المصرية لمتابعة الحالات المرضية وتوفير رعاية الطبية اللازمة لضيوف الرحمن يوم عرفات ده هو الركن الأعظم قاد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة خلي يوم ده كله دعاء خلي يوم ده كله استغفاء ويصاحب بعثة وزارة الداخلية عددا من الآئمة والوعاظة حيث يتم عقد ندوات دينية للرد على استفسارات الحجاج وشرح المناسك لهم ده ندوات دورية بالتنسيق مع البعثة المصرية هنا في شكل دوري كل يوم في محاضرة وندوة للنساء يكون بها الوعاظات في محاضرة بنكون إحنا بيها بالإضافة أن إحنا بتكون متوجدين في الفنادق لتلقي الأسئلة والاستفسارات على مدار اليوم لغونا المشرفين أن في ندوة بعد سنة العصر وجينا حضرنا وحكونا من أول ما نطلعوا من الفندق لغاية ما نروحوا وبيرها عليه نحرموا وكل المناسك قالوا لنا عليها الحمد لله كان توفيق من ربنا أن إحنا حضرنا الندوة الحمد لله استفادنا منها جزاهم الله خيرا المشايخ الحمد لله واللي قاموا على التنزيم من الندوة وبأحد فنادق المدينة تتابع غرفة العمليات التي جهزتها وزارة الداخلية أحوال حقاق القرع بالمدينة منذ لحظة وصولهم حتى المغادرة لتوفير الراحة للحقاق والإجابة على استفساراتهم الأمانة من أكثر البعثات الحريصة على راحة حجاجهم تشغلين 24 ساعة مكتب عمليات في كل فندق ضابط متواجد لكل فندق أشكرهم بصراحة حرصهم على حجاجهم وحرصهم بالذات على الكبار في السن واللي عندهم مشاكل صحية وحرصا من بعثة حق القرع على أن تسهل الإجراءات للحاج لزيارة الرودة الشريفة يتم حجز مواعيد الزيارات واستحاب الحجاج في مجموعات إليها لاستمتاع بالصلاة في الرودة الشريفة بيتجمع الرجال هنا في الفندق بيطلع معهم منذوب من مزارة الداخلية وصلهم على باب 37 في الحرم رسول صلى الله عليه وسلم مسجد رسول صلى الله عليه وسلم بيدخلوا بيخلصوا الزيارة بتاعتهم ومعهم المرافق معهم بانتظام وبيرجعوا للفندق تاني بيجي الفوجل لبعده السيدات بعد صلاة الفكر بيتجمعوا معهم منذوب وفي عميد هناك السيدة تبع الوزارة عندنا في مصر بتكون في استقبالهم واتدخلهم بيخلصوا زيارتهم وبيرجعوا للفندق تاني منظومة متكاملة من الخدمات والتيسيرات مقدمة لحجاج القرعة بالمدينة المنورة لتوفير أجواء روحانية لاستمتاع بهذه الزيارة المقدسة طوال فترة إقامتهم قبل التوجه لمكة المكرمة لآداء مناسك الحج حزم من التيسيرات والإجراءات التي يتخذها ضباط بعثة حج القرعة بوزارة الداخلية للتيسير على حجاج القرعة أثناء إقامتهم بالمدينة المنورة قبل أن يتم تفوجهم إلى مكة المكرمة تمهيدا لآداء المناسك حيث تتواصل هذه التيسيرات بمكة المكرمة من أحد فنادق إقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة عبدالله بركات التلفزيون المصري